فالسؤال ما هو الإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه؟ هذا الإنجيل أحبائي بكل بساطة يعني الأخبار من لغتها الأصلية الأخبار المفرحة أو بشرة يعني فيه أخبار فيه بشرة صارة أخبار صارة وهي الأخبار هو الإنجيل فالإنجيل كلمة معربة من كلمة إفانجليون يعني إنجيل اللي هي أخدت منها كلمة الأخبار وهي الأخبار الأخبار الصارة فإذا هذا الإنجيل يسمى الإنجيل المقدس في كتير من الإخوة أحبائنا المسلمين طبعا دايما بيسألوا هو إنجيل ولا أكتر من إنجيل لما بيسمع مثلا إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يحنى بالحقيقة هو إنجيل واحد تقسيم الكتاب المقدس واضح جدا تقسيم الكتاب مثلا في العهد القديم بيستخدمه كلمة تناخ وكلمة تناخ تورات نيفئيم اكتوفيم يعني التورا والأنبياء والكتابات وفيه تقسيم آخر الأصفار التاريخية النموس التاريخية والأصفار الشعرية والأنبياء وطبعا تقسيم الكتب بحسب العهد القديم هي تشمل كل الكتب الموجودة بين إيدينا في الكتاب المقدس أما الإنجيل أحبائي فكلمة الإنجيل تطلق على كل البشائر أو بالأحرى يطلق على كل الكتاب المقدس أحيانا لأن الكتاب المقدس كله بعهديه يتحدث عن الأخبار الصارة عن قصة الفداء فداء الله للجنس البشري ولكن حتى في العهد الجديد في عنا الكتاب المقدس ستة وستين سفر يعني ستة وستين كتاب هو كتاب واحد وتسعة وثلاثين كتاب في العهد القديم بأسماء يعني كتبها أناس الله بغض النظر خلفياتهم من موسى اللي تربى في مصر داود اللي كان راعي سليمان الحكيم وهكذا في فترات زمنية على مدار أكثر من 1500 سنة هذا الكتاب وكلها بتتحدث في خط واحد هو يسوع المسيح أما العهد الجديد تقسيمه كمان سهل جدا فالإنجيل هو البشائر الأربعة بشارة متة بشارة مرقص بشارة لوقة وبشارة يحنى أيضا يقسم يعني بعد البشائر في تاريخ اللي هو سفر أعمال الرسل بيتكلم عن سيرة التلاميذ كيف استمرت الرسالة بعد قيامة يسوع المسيح وصعوده إلى السماء استمرت الكنيسة الأولى في النمو وهذا السفر يسمى سفر أعمال الرسل ثم الكتاب يتكلم عن الرسائل منها رسائل بولوس الرسول بيكتب لها كنائس متعددة اللي زارها خلال رحلاته التبشرية وطبعا فيه رسائل يحنى الرسول يحنى كان تلميذ الرب يسوع المسيح ويختتم العهد الجديد بسفر الرؤية هو سفر نبوي سفر إعلام وهذا السفر يتكلم عن ما سيحدث في آخر الأيام هذا التقسيم للعهد الجديد عادة من استخدم التعبير الإنجيل المقدس اشتركوا في القناة